الفساد الحكومي في العراق مستشر ولم يعد بالإمكان مكافحته هذا الاعتراف صدر من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أعلن إعادة تشكيله عادل عبد المهدي رئيس الحكومة في بغداد في شباط الماضي عضو مجلس مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى أوضح أن مافيات الفساد مسلحة ومحمية من سياسيين متنفذين لكن أعمال السرقة والاعتداء على المال العام التي تنفذها تلك المافيات لا تمر إلا عن طريق المدراء العامين ومدراء التخطيط والعقود المزروعين في الدولة لتسهيل تمرير العقود الفاسدة ليس هذا فحسب بل إن العديد من أصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة يغادرون العراق بعد تسريب نتائج التحقيقات الخاصة بالفساد مع المشتبه بهم وهذه آفة أخرى من آفات الفساد إذ تصل تلك النتائج إلى الفاسدين قبل أن تصل إلى الجهات المختصة مسؤول مجلس مكافحة الفساد يؤكدون أن 300 مليار دولار أهدرت على مشاريع وهمية في السنوات الست الأخيرة فقط على يد مافيات العقود والاستثمار السلطات الحكومية تقف مكتوفة الأيدي إزاء استشراء الفساد المالي والإداري بسبب مشاركة معظم الكتل السياسية فيه وقد يكون الرد الحكومي الأبرز إلى الآن هو استقالة رئيس لجنة النزاهة النيابية علي الصجري من منصبه بعد تأكيده أن الدور الرقابي البرلماني ميت سريريا ولأن تداعيات الفساد الحكومي غالبا ما يدفع ثمنها العراقيون بات العراق بيئة غير ملائمة للاستثمارات الأجنبية بسبب الابتزاز الذي تمارسه مافيات الاستثمار ضد المستثمرين والشركات الأجنبية وفقا للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية دوائر المفتشين العامين في كل وزارة وهيئة النزاهة المرتبطة برئيس الحكومة وديوان الرقابة المالية لم يعد لها أثر يذكر في مكافحة الفساد وإزاحة الفاسدين ومحاكمتهم رغم الأموال والمخصصات المرصودة لهذه الدوائر من موازنة العراق المالية ليظل هذا البلد رهنا لعصابات الفساد المحمية سياسيا حتى إشعار آخر اشتركوا في القناة